السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة لا تنسوا الاعجاب بالتعامل معهم التعامل في هذه الحالة لا يكون الا بالصبر ما كان لا محاكيم ما كان لا حقوق ولا واجبات ما كان لا ارد العدوان لا اتكله مع الوالدين والاحباب كان الصبر ثم الصبر ثم الصبر والصبر اشد مرارة من الصبر فالمؤمن يصبر ويحتسب هتقول يا شغل محمد الصبر كي الاحتساب كينا المحاسبة وكي الاحتساب احتسبو على الله ربي عز وجل وعدانا بالنصري وبالجزاء الاوفاري لكل من كان الصبر خصوصا مع الوالدين فبغيت كل راشيدة انسيتش اللوقع وخلوا والدين مخطئين وخوقع اللوقع وحتى الاخ الاخ دا ما كيدوز في وجه الوالدين كيدوز في وجههم ما شفنا ما رينا ما كين باس هذا منهج كان قلت سنة المستمعين جميعا عندنا نزاعات في العائلات كل عائلة تيقول لك كل زين مخطئة لولا اللي ما عنده قليل عنده كثير واللي ما عنده كثير عنده قليل فاختنا التعامل فيما بيننا هذا منهج اسلامي رباني تابت من اللي تقول عندك النزاع مع جارك ومع زميرك في العمال ولا ما شارك معك في التجارة لك ان تتبع جميع الخطوات اللازمة لاستفاء حقوقك نعم هناك حقوق وواجبات لكن لما يتعلق الأمر مع دمك ولحمك الدم والحمد ينا هذاك تسمى الرحم ربي عز وجه طمتياز كلهم من غير الوالدين الوالد هو الأساس وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وخيكون لقى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما الكبر قال العلماء يعني كبر في السن وقالك لا در واحد الموقف فيه كبريا تكبر عليك وتجبر عليك دائما حضر رأسك فلا تقول لهم أفن ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريمة وخفض لهما جناح الذل الذل بالوالدين كين ذل والخوت غيدوزو في وجه الوالدين توم ما عندك معهم الذل بلين تعمل مع أخوتي أنا ذليل ما عنيش الكرامة ما عنيش القيمة يقول لهم أنا طراب رجليكم وانتم مفصلوا وانا نخيط واللي شط عليكم يعطوها لي ولما يعطوها لي الله يربحكم بها والله ينفعكم بها وسامح في الدنيا والآخرة هكذا ينبغي أن يكون بين الإخوة والأخوات لأن إبليس شاطر ركيدخل هات النقطة وكيفرق بالعائلة رسيمنا يوسف عليه السلام غيدخل إبليس بين إخوته وغد يفرق فيما بينهم حتى فكروا في اغتياله حتى رمه في الجب ولكن العاقبة للمتقين بيتك للرشيدة انسيها الشيء عن اللي وقع ومدي الدك الخير خلك انت يا بحال انت اللي اختعتي وخلتني مظلومة ديري بحال انت الضالمك اطلب السماحة الوالد سمحيني يوضق عليها الباب وسيدها الرأس وسيدها الرجلين الوالد تأوى طه عليه أخوك ديس فوجهم تأوى وقل ما كن بس وخلي ربي عز وجل غادي يبرك لك غادي يبرك لك الله في صحتك وفي زوجك وفي أولادك ومالك ولكن سوف يبرك أكتر في إيمانك ويقينك السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة